السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار ومن فقد الأهل ومن حزن القلب وحرقة الشعور اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومن أحب ورب اكتب لي أياما جميلا وأسعدني بتفاصيلها واغمرني بخيرك الذي لا يفنى اللهم ارزقني حض الدنيا ونعيم الآخرة يا ذا الجلال والإكرام طبعا بالنسبة للإخوة اللي بيظلوا يحكوا إنه الصوت ضعيف يا إخوان يا أحباي الصوت أعلى درجة صوت ممكن إنها تنعمل التسجيل هذا بتم بستوديو ما بتم بالبيت النسبة اللي بيحددها اليوتيوب للصوت هي اللي بتنعمل اثنين أنا طبقة صوتي ضخمة وهاي الضخمة مهما رفع الصوت وعلا بظل الصوت بالنسبة لإلك أنت بتسمعه ضعيف ولكنه هو عالي جدا رجعت واسمعت الصوت من أكثر من جهاز من أكثر من نوعية وجدت الصوت طبيعي وعالي ومسموع ومفهوم إذا في عندك مشكلة في الصوت فهو يائما بيكون من إعداد تليفونك أو الجهاز اللي أنت بتستخدمه وهو اللي بيكون بإعداده في ضعف مش الضعف بنفس الصوت إذا في ملاحظة أخرى على الصوت ياريت ياريت تكتبولي يقولولي إنه الصوت الكل بسمعه ولا في حد بسمعه ولا حد بتفقد طب شو نوع تليفونك اكتب لي شو نوع التليفون تاعك عشان أجرب على نفس النوعية اللي أنت بتستخدمها عشان أفهم أنا إيش الخلل اللي بيصير بالصوت ولكنه هو بالواقع صوت ما في أي مشاكل اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين عشر نيسان إبريل طبعا القمر اليوم استقر في برج القوس هو الآن موجود في منزلة الشولة اللي هو موعد بث الحلقة لومساء يوم الأحد هي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة قرابة الخمس ساعات ونص من بعد بث الحلقة يعني لغاية الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم ورح يظل في هاي المنزلة طيلة اليوم هي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة واثناشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الباقي النهار في منزلة البلدة وحيال الثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع اقتراض المال او دراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا اليوم هو يعتبر من الايام المميزة لأنه القمر رح يكون بنسبة سعادة والشمس بنسبة سعادة عالية فأكيد رح يكون يعني ان شاء الله بديش أول أكيد أجزم بالأمر ولكن انه ان شاء الله الجميع رح يستفيد خلال هذا اليوم بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في اي زوايا مع القمر القمر اليوم ما رح يشكل زوايا طيلة النهار في ساعات الليل بيبلش يشكل زاوية ولكن هاي الزاوية رح يكون يوم الثلاثاء يعني مش يوم الاثنين هي ذروتها ولكن طول اليوم ما في اي زوايا مع القمر الزاوية الاولى من الزوايا المتشكلة حاليا واللي بتعطي تأثيرات قوية هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وقولنا هاي زاوية استمرار تأثيرها اليوم 14-4 بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بتدعم وبتعزز اكثر فاكثر وبتجلب السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل الانفعال في العلاقات العاطفية والجنسية ايضا بتدل على وقوع تطورات وتحولات ايجابية في الانتاج الفني والموسيقي والانتاج وهي الانتاجات الفنية جمالا وممكن الانتاجات الفنية انها تحقق نجاح في هاي الفترة اللي بتيجي بأسليب جديدة ومختلفة للأسليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة او بيتجدد اسلوب بعض الفنانين المعروفين وبيغيروا اقاعاتهم او طريقة القاءهم وهذا الشيء بيحبب الجماهير اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهي مستمر تأثيرها ليوم 21 طبعا هاي زاوية بتعمل نقيد للزاوية الاولى هاي زاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة بعض الاشخاص بيزيد عندهم الغيرة حب التملك الميل الاكتئاب والنزاعات مع محيطهم هاي زاوية بتدل على تراجع في المنتجات الفلاحية ومنتجات مؤسسات الدولة وصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الاهمال او التكاسل اللي رح يغلب على موظفي هذا القطاع وبرضو بتقلل من عطاءهم بعض المؤسسات المالية والابنات او البنوك بتعرف اضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وممكن يعاني بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات او السهرات بسبب ميل الناس اكثر للتحفظ وبتزيد الالتزام عند الناس والتقيدهم بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 17-4 بتدفع بحضوذنا بصورة عامة بتقوي عندنا الارادة تمنحنا الثقة بالنفس التسامح الميل لحسن التصرف وبرضو بتجلبنا هاي الزاوية بعض الحضوذ والنجاح وامكانية انه يكوننا دور اجتماعي مهم وبتحققنا يعني نجاح بالحياة المهنية او المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين عطارد وبين المريخ وهاي رح تكون تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 11-4 يعني بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن ممكن تشهد هاي الفترة يعني تزايد بتنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وبتحسن أوضاع العمال وقطاع الصحي في البلاد وكذلك الاهتمام أكثر بالميادين اللي بتتعلق بالرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكبد والعجز عضم الفخد عضم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس معناته خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء 11 أربعة بيبدأ في تمام ساعة 10 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام ساعة 5 و 32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدف عمره 20 يوم في تمام ساعة 48 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بصير عمره 21 يوم نسبة الإضاءة 78 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدي الآن بنسبة 60 في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدي بنسبة 85 في المية وبتكمل طيلة النهار بهاي النسبة القمر في القوس حتى يوم 11 أربعة هو الآن منتحس بنسبة 40 في المية في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 10 في المية ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15 في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 45 في المية أما في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15 في المية عطارة في الثاور حتى يوم 21 أربعة سعيد الآن بنسبة 10 في المية ولكن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في الثور حتى يوم 11-4 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقوا إشارة أو خبر وهاي الفترة النشطة جدا بتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة على المستوى العاطفة حكينا ممتازة جدا وبرضو بتجلب بعض المكاسب المالية اللي عندهم مقابلة أو عندهم امتحان اليوم راح يكون مميز برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكوا تحسنوا أداءكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط وحذروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسيين مع أحبائكم وما تهملوا واجباتكم بعض موليد برج الثور ممكن يحصلوا على مكاسب مالية تجيهم إما هبة دعم بنك ضريبة قرض أشياء من هذا القبيل وقسم من موليد برج الثور رح يهتموا بالشأن الداخلي اللي بيتعلق بالمنزل والعائلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة برضو يوم مناسب للارتباط والتقارب العاطفة أو للمصالحات حاول بس لأنه القمر مقابلك تماما أنه ما تخلي الغضب يسيطر عليك وما تخلي تقلب المزاج يسيطر عليك إلا أجواء تقريبا جيدة إلا أنه الطاقة شوي متقلبة فعشان هيك احذر من العصبية برج السرطان طبعا بالنسبة لموليد برج السرطان بدكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل اليوم لأنه القمر صار في البيت السادس ما تبالغوا بجهدكم الجسماني حاولوا أنكوا تعملوا الأعمال المهمة والضرورية اليوم ممكن يحصل بعضكم على عمل أو يتوفق بإنجاز بعض الأعمال أهم إشي أنكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تهتموا ببعض المسائل لإلها علاقة بالعلاج أو المراجعات الطبية علاقاتكم مع زملائكم بتكون مميزة وممكن أحد الأصدقاء يبادر بمساعدتك بأمر ما وممكن برضو عرض مميز جيك هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم طبعا القمر في البيت الخامس يعني بيت العاطفة بيت الحضوض بيت الهوايات والترفيه اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا معنويا ولا فنيا بترتفع المعنويات أهم إشي أنكوا تكونوا أكثر مرونة ممكن تحققوا إنجاز مهم ابتنتعش العواطف منه جديد وبتشتد عندك الروابط متاني وثقة في بعض المكاسب اليوم حتى على المستوى المالي أو حل بعض المسائل اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاهتمام بالشؤون اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة العقارات حتى التصليح والترميم والمناسبات وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن هيك شوية تحس ببعض الارتباك ولكن إجمالا الأجواء فيها كثير من الإيجابية على مستوى فرحة مناسبة حدث معين لقاء عائلي طال انتظاره وممكن أنك تحل بعض الخلافات اللي ممكن كانت مربكيتك بالفترة الماضية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر القصير والتنقلات والحوارات والنقاشات أيوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران بناسبك جدا اليوم تكثيف التحركات بأي مجال من المجالات بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية حتى على الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو الإلكترونيات أو الاتصالات المواصلات كلهم بيستفيدوا حتى بالسيارات والأجهزة الإلكترونية زي ما حكينا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية أشياء من هذا القبيل أو تستردوا أموال بتعود لكم أهم شيء أنك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولوياتك ميزانيتك المالية فواتير دفعات ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار ولكن في بعض المصاريف المنزلية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم المشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية بطلعك فترة فيها كثير من الأحداث يا خبر يا حدث يا عمل يا علاقة يا حب يا مصالحة يعني فيه إشارة معينة بالدل على انطلاق جديد بالنسبة لعلك فترى نشطة جدا في حماسة ممكن تتلقى زي ما حكينا جواب أو تنطلق بمشروع جديد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب ولكن لأنه اليوم نسبة السعادة عالية موجودة فيه فالضغوط بتكون أخف من الأوقات اللي بيكون فيها القمر في بيت المتاعب أهم شيء أنكم تنتبهوا لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ما فيه إشي بيخوف ولكن ممكن تهتم بأحد المقربين أو إشي له علاقة بمستشفى بسجن أو بأشياء من هذا الأمور حاول إنك تستريح ممكن تتعرض نفسك للمسئولية الكبيرة أو الصعبة إذا يعني تبترت أو عصبت أو انفعلت أهم إشي إنك ما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك وما تخلي الوهم يسيطر عليك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم إشي إنك ما تبقى وحيد بل سارة للمشاركة بأي مجال من المجالات أنت بحاجة للنصيحة اليوم عندك يعني بانتظارك لقاء أو موعد ناجح مناسبة يتوجه لك دعوة عزومة شغلة من هذا القبيل أهم إشي إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق أيضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم اليوم إنك تركزوا على أمور العمل وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم أو ممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وعلاقاتكم مع المسؤولين اليوم عندك نشاط عالي جدا رغم إنه في بعض التقلبات بالمزاج إلا إنه لو تجاوزتها اليوم تحرز تقدم يعني تنجز أعمال يا ممكن إنه يعني تكون ملفت للنظر للمسؤولين عنك أهم إشي إنه حاول قدر الإمكان إنك ما تغامر وما تجازف وما تخال في القوانين هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا